لم يعود الحديث عن مجاعة تقترب إلى اليمن مجرد تصريحات فحسب بل هي المجاعة حطت رحالها بالفعل أرض العرب السعيدة أو ما كانت تعرف به في وقت مضى بدى النحول والضعف والشحوب على وجوه وأساد أطفالها وأهلها هي الحرب المشتعلة حاليا والتي لا تقترب من الانطفاء إلا وعادت من جديد هي السبب الرئيسي لهذه لازمة الإنسانية التي لم يعرف العالم مثلها في العصر الحديث ملايين اليمنيين مهددون بالموت جوعا يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أما عن لماذا وكيف فهي الدول المانحة التي خفضت إلى حد كبير تمويل عمليات الإغاثة فضلا عن الفشل في الحفاظ على الدعم الخارجي للاقتصاد اليمني ولا سيما في استقرار قيمة الريال اليمني لكن الأساس في المشكلة حاليا هو وقوف المجتمع الدولي على الحياد أمام ميليشيات الحوثي التي انقلبت أول ذي بدء على الشرعية اليمنية وأقحمت البلاد في يتوني حرب امتدت طويلا بدعم من إيران تلك التي تريد السيطرة عبر ميليشياتها على المنطقة بالمقابل فشل التحالف العربي الذي تقوده السعودية بحسم الحرب التي تحولت لمعركة استنزاف فضلا عن انتقادات التي وجهت لأطراف بالتحالف بدعم المجلس الانتقالي في اليمن الذي زاد الانقسام السياسي في صفوف الشرعية اليمنية الأمام المتحدة التي تشرف بذاتها على المحادثات بين الأطراف اليمنية اتهمتها منظمات حقوقية هي الأخرى بالوقوف مع ميليشيا الحوثيين والتغاضي عن انتهاكاتها وجرائم الحرب التي ارتكبتها سقطت عمداً أو سهواً تقول المنظمات لكن المطلوب اليوم هو تغيير جذري واستبدال لأعضاء البعثة الأممية المتهمين بالانحياز وبالعودة إلى أوضاع اليمنيين فهناك أكثر من 20 مليون يمنيين من أصل 30 مليون يقفون على شفا كارثة تهدد حياتهم نداءة تطلق هنا وهناك فهل من المستجيب في هذا العالم فالوضع لا يحتمل الانتظار